هنبدأ حكاياتنا النهاردة بمركبة فضائية رجع الارض من رحلة استكشافية وبتكون تابعة لمؤسسة الحياة اللي بتكون تحت ادار الدريك ومعها عينات لكائنات فضائية واول ما بتدخل اضلاف الجو بتفقد الاتصال مع المؤسسة التابعة لها وكابتن المركبة بيفقد التحكم فيها وبيبعت نداء استغسل مركز القيادة والمركبة بتنزل الارض بسرعة كبيرة لدرجة انها بتشبه النيازك وتصطدم في الارض في ماليزيا وبتيجي الشرطة في مكان واقع المركبة وبيلقوا ثلاث عينات بس اللي ما تضررتش من الحادث وفي واحد منهم عارف يهرب والعينات دي عبارة عن كائنات حياة فضائية وبيكون معافل عربية ممرضة وبيقوم فجأة ويطلع من جواه كائن وبيدخل جواه الممرضة وبيقتل السواق والعربية بتتقلب ومن بعدها الممرضة بتكون قوية لدرجة انها بتعمل فتحة في عربية الاسعاف وبتطلع منها وبتكون رجلها مكسورة وبترجع لطبيعتها بسرعة والكائن بيعرف ان المسؤول عن الرحلة الفضائية دي مؤسسة الحياة وبتحرك عشان يوصل لها وبنروح لإيدي وحبيبته أني بتصحمن النوم عشان يروح شغل وإيدي شغال صحفي متميز في شغله وبسبب تميزه في شغله مديره رتب له مقابلة مع ديريك والمسؤول عن حدسة المركبة الفضائية بس بيكون إيدي بيكره ديريك وعرف انه محتال وبيوافق عشان شغله وبيخرج إيدي مع أني وبيقول لها على اللي حصل في الشغل وبيعرف ان ديريك هو صاحب الشركة اللي شغال فيها حبيبته وبيروحه وبينامه وبيصحي إيدي في نص الليل بيلاقي اللابتوب بتاع أني مفتوح وما بقلت لها إيميل فيه معلومات سرية جدا عنه أساسة الحياة وبيعرف إيدي ان ديريك بيعمل تجارب على البشر وفي تاني يوم إيدي بيروح المقابلة مع ديريك وبيسأله عن المشروع الفضائي وبعد كده بيسأله أسئلة خارجة عن النص وبيقول له انت بنيت إمبراطورية على جسس الموتى وبتعمل تجارب على البشر وبتختار البشر الفقيرة لتطوع عشان الاختبارات بتاعتك وديريك بيدي للأمن إشارة أنها تطلع إيدي برة وهو خارج قال لإيدي انت انتهيت وفعلا اضطرد من شغله ومديره قال له انت عملت كارسة ممكن تدمر الشرك وروح قابل حبيبته والقابة بتتخانق معاه وبتديله ختم الارتباط وبتنفصل عنه وبتقول له انت قناني واستغلتني لأن اللي عمله اتسبب في طردها من وظيفتها وبنروح لديريك والفريق الطبي وهو بيستقبر العينات الفضائية وبيكون الكائن اللي عايش في البنت وصل سوق وشاف سمك وخد واحدة وكلها وقتل صاحب المكان وبيشوف ستة عجوزة وبيختارها عشان يستحوز عليها وبعد ستة شهور بتكون الدكتورة دورة عاملة ستة وتلاتين اختبار عشان عاوزة الكائنات دي تتكيف مع البشر ولازم الاختبارات تكون في كائن بيتنفذ أكشرين وبيعملوا الاختبار على أرنب وبينجح وديريك بيقول لها تبدأ اختباراتها على البشر وبتكون دورة مش موافقة بس خايفة ترفض لانها عارفة انه ممكن يقزيها وبيكون ايدي داخل سوبر ماركت وبيلاقي واحد بيهدد صاحبة المكان بالسلاح وبيطلب الفلوس اللي في الخزن ويدي بيستخبع عشان ما يتقزيش وبتدي الفلوس الحرامي وبيمشي وبتقول لي ايدي ان مش حياته الواحده صعبة وبيروح ايدي البيت وبيكون مديون وعلي فلوس وبيدور على شغل ومحدش راضي يوظفه اللي بعده لحد ما يلاقي جسم يكون فيه توافق مع الكائن الفضائي وبيروح ايدي يشتري جورنان بس ما بيلاقيش ماري اللي بيشتري منها كل مرة وبيدخل لسوبر ماركت وبيلاقي الدكتور دورا مستنية وبتديله كارت فيه رقامها وبتطلب مساعدته بس لما بيعرف انها شغالة في مؤسسة الحياة بيسيبها ويمشي وبتروح وراه بتوقفه وبتقول له ان ديريك فعلا بيعمل اختبارات على البشر زي ما كان ايدي بيقول في المؤابلة اللي اضطرد من وظيفته بسببها وانها لو حاولت تمنع ديريك من اللي بيعملوا يقزيها ويقزي عيلتها وبتقول لي ايدي انها جياله عشان يساعدها وبيقول لها ايدي ان اخر مرة قابل فيها ديريك خسر بيته وحبيبته وحياته وشغله وبيقول له دورا انها هتدور على حد غيره وبيسيبها ويمشي وبيروح عند بيت اني بس بيشوفها مع حبيبها الجديد وبيكون دكتور جراحة اسمه دان وبيتعرفوا على بعض وبيسيبوا دان وبيسبق اني على البيت وبيسألها ايدي هي عاملة ايه في حياتها وبتقول له انها حاجة ما عادلتش تخصه وبيقول لها انها وحشته وبيسألها لو ينفع يرجعه تاني لبعض لكن اني بترفض وبتقول له انه هو اللي عمل في نفسه كده وبتسيبه وتدخل شقاته وبعدها بيتمشي ايدي على البحر وبيكون شاف محطة ديريك الفضائية من على الكبري فبيقرر انه يتصل بدورة ويعرف معلومات اكتر عشان يوقفه ديريك وبتاخده معها في العربية وبتخبيه لحد ما بتدخله المحطة الفضائية وبتحكيله على اكتشاف ديريك للكائنات الفضائية وبتقول له هي بتعمل ايه في البشر وبتقول له ديريك عاوز يستخدمها في ايه وانه بيدور على جسم بشري يقدر يتحمل دخول الكائنة الفضائية فيه وبتخلي ايدي يطلع يشوف اللي بتعمل عليهم التجارب وهي بتعطى الرجال الامن وبيطلع ايدي الغرفة التجارب وبيصور اللي بيحصل بموبايله وفجأة بيلاقي هناك ماري اللي بيشتري منها الجرائد واللي كانت مختفية وبتستغيث بيه عشان يخرجها وبيجيب طفات الحريق وبيكسر الازاز اللي حبسها بس ماري بتقعه في الارض وبتنقل مادة سودة لأيدي وبتموت وبيجري ايدي من رجال الامن ومبيعرفوش يمسكوه عشان جسمه بقى بيتحرك بسرعة وبقوة مش طبيعية وفجأة بيختفي من الامن وبيروح البيت وبياكل اي حاجة قدامه وبعد كده بيرجع الاكله كله تاني وبيغسل وشه وبيبص في المرايا وبيلاقي عين شكلها مرعب بتبصله وبيتخضه وبيندفع بجسمه بقوة وبيغمع عليه وبيوصل درك الشركة وبيعرف اللي حصل وبيكون عاوز يرجع الكائن الفضاء باي شكل من الشخص اللي سرقه وبنروح لأيدي وبيحاول يعرف مكان ايدي لحد ما بيعرف انها موجودة في مطعم معدان وبيروح لها ايدي وبيقول لها انها الوحيدة اللي ممكن يسق فيها وبيقول لها انه اقتحم مؤسسة الحياة بس ايدي بتحس ان حرارته عالية ومش في وعيه وفجأة بيجوع ايدي وبياكل اي حاجة بيقابلها في المطعم وبياكل من تربزات الزباين وبيتكرر المطعم انه يستدعي الشرطة بس دان حبيب ايدي بيمنعهم بيقولهم انه مريض عنده وبسبب حرارة ايدي العالية بيروح ويتمدد في خط سمك وبيكون فيه استكوزة كبيرة حية وبياكلها وبعدها بيكون فقد الوعي في عياد الدان ولما بيفوق بيسأل هو فين ودان بيقوله انه هيعمله فحص بجهاز الرانين عشان يشخص له حالته ولكن اول ما موجات الرانين بتشتغل بيتجنن ايدي وبيرتهش كأنه متكهرب وبيقف دان الفحص وبيروح يتطمن عليه وبيكون ايدي كويس وبيفتكروا دان انه عنده فوبيا من الاماكن الدايقة وبيكتشف رجال الديرك ان اللي دخل ايدي للمؤسسة هي دورة وبيسلموها لديريك وبيسألها مين اللي سرق المادة وبيهددها وبتقوله على ايدي وبيخرج ديرك ويفر عليها ويفتح للكأن الفضائي عشان يقتلها وبنروح لدي وبيسمع صوت في دماغه وبيقوله ما تفتحش الباب وبعدها الباب بيخبط ودي بيفتحه وبيلاقي رجال الديرك داخلين عليه وبيهددوا بالسلاح وبيرفع ايدي ايدي عشان يسلم نفسه بس الكأن الفضائي بينزلها ورفض انه يسمع كلام ديرك فبيكهربوا ايدي وفجأة بيطلع منه مادة سودة بتضربهم وتأذيهم وبيسيب ايدي نفسه للكأن الفضائي يتحكم فيه وبيجري عشان يهرب من البيت بس بيقابل رجالة منهم على السلم وبيروح نحية الشباك وبينط منه وبيطلع منه مادة سودة بتمسك في حديد بلكونة في طريقه قبل ما يقع وبتعمل عليه حماية عشان تصدوا الرصاص اللي بيضربوه عليه وبيبعد قائدهم واللي اسمه تريس بس الديرك باللي حصل وبيطبس الديرك من ان المادة عرفت تلاقي المضيف ليه وبيطلب من تريس انه يبض على ايدي وبيوصل ايدي للشارع وبيعد من جنب عربية بس بيلاقي ان ايكاسه في العربية وبيلاقي ان شكل اوشه بقى غريب ومخيف وبيقول لنفسه انه اكيد بيهلوس بسبب التفايلي فبيتدائل كان الفضائي من وصف ليه وبيخليه يلزق في الحيطة عشان ما عرفش يهرب وبيعرف ايدي انه بيفهمه وبيفكه من الحيطة في اخر لحظة وبيساعده يهرب وبيركب ايدي الموتسيكل بتاعه وبيطارده تريس وبتكون المادة السودة بتتحكم في ايدي وبتخليه سوء الموتسيكل بطريقة ما كانش يتخيله وانه عنده قوة كبيرة لحد ما تريس بيعرف يخبط ايدي بالعربية ولانه كان ماشي بالموتسيكل بسرعة رجله واده تكسروا بالكامل وبينزل تريس من العربية وبيكون فاكر انه ابض عليه بس الكأن الفضائي بيرجع لأيدي اطرافه سليمة وبيستحوس على جسمه من برة وبيتغير شكله لشكل كأن مخيف وبيأكل رأس واحد منهم وبيهرب لحد ما يوصل للبحر وبيغوص وبيتحرك فيه بسرعة كبيرة وبيوصل ايدي للبر التاني وبيرجع لشكله الطبيعي وبيلاحظ ان ايدي ورجلية رجعت سليمة وبيظهر الكأن الفضائي قدامه وبيكون لوش طالع من جسم ايدي وبيقول له عن اسم فينوم وانه مش البشر هم اللي اكتشف الفضائيين وان الفضائيين هم اللي اكتشفوهم وانه محتاج يوصل لزاروخ ديري وانه بيقدر كمان يقرأ افكاره وانه فشل في حياته وبيقول لي ايدي انه لو تعاون معاه يعيش وبيوصل ايدي المقر شغله اللي ترفض منه وبيقابل موظف مكتب الاستقبار والموظف بيقول له ممنوع الدخول وبيطلب منه ايدي انه وصل الموبايل اللي عليها صور مختبر ديريك لمدير شغله عشان ايدي يرجع شغله بس بيقوله الموظف انه خايف ترفض من شغله هو كمان فبيقول فينوم لي ايدي انهم يكلوا راس الموظف بس ايدي بيزعق له وبيقول له ان الموظف ده صاحبه وفينوم بيقول له انه قدر يطلعه للمبنى بسهولة وبيتحول ايدي الفينوم وبيطلع المبنى بسرعة كبيرة وبيوصل لكمة المبنى والمدينة بتعجي في فينوم بس بتعد عليهم طيارة بتصدر مواجهات صوتية عالية فبيختفي فينوم وايدي بيقع من على المبنى بس في الطريق فينوم بيعرف يرجع وينقذ ايدي وبيدخل مكتب المدير من الشباك وبيسيب رسالة المدير ويكاتب فيها ان المفروض يعمل اللي عليه ويفضح درك وبيسيب تريفونه وبييجي ايدي نط من الشباك بس عنده فوبية من المرتفعات فبينزل في الأسانسير بس بيلاقي رجالته بقواطة الخاصة محصرة المكان وبيطلبوا منه يسلم نفسه فبيقول لهم لمصلحاتكو سيبوني عمشي وبيتحول لفينوم وبتأثرش بالرصاص او كنابل الغاز بس اني بتشوفه هو متحول وهيكون راس واحد وبتصوت فبيرجع ايدي لشكله الطبيعي وبيبقى عاوز يقول لها اللي حصل لكن اني بتكون خايفة ومصدومة منه وبتقول له انه لازم يتعالج وبيقول لها انه خايف ومحتاج حد يساعده وبتاخده معها في العربية وبتروح لدم في المستشفى و ايدي بيقول لها ما تخليش داني عرض فينوم لموجات صوتية او نار عشان فينوم ما يتأذيش وبتعرف اني ان ايدي بيكلم فينوم وبيقول لها انه اسف على اللي عملوا ليها وانه بيحبها وبيوصل الكعن الفضاء التاني مختبر ديريك في هيئة طفلة وبيقابله هناك وبينقل نفسه في جسم ديريك وفي نفس الوقت بيكون ايدي في المستشفى وبتعصف فينوم على دان لما قال علته فايلي وبيحاول يأذيه بس ايدي بتتدخر وبتشغل موجات الرانين وبسرعة بينفصل فينوم عن ايدي وبيتحبس فينوم في قضة الفحص وبطلع ايدي برا المستشفى وبتتكلم ايدي مع دان وبتقول له انها عودة ترجع علي ايدي وهما بيتكلمه ما بيخدوش بالهم من فينوم وهو بيخرج من فتحة التهوية اللي في السقف وبيروح فينوم يستحوز علي جسم كلب وبيروح ايدي يركب الاسنصير وبيلقى تريس ورجالته بيكهربوه بيخضروه وينقلله ديريك وساعتها بيقابل الكلبه آني في المستشفى وبيحقق ديريك مع ايدي وبيقول له فين فينوم وبيرد عليه بيقول له حتى لو يعرف مكانه مش هيقوله وبتعصب ديريك ويستحوز عليها الفضائي وبيظهر على شكله الحقيقي وبيتخضي ايدي وبيرجع ديريك لشكله الطبيعي وبيقمر تريس يتخلص من ايدي وبياخد تريس ايدي للغابة ومعاه مجموعة من رجالته عشان يخلصوا عليه وفجأة فينوم بيظهر وبيخطفهم واحد ورد تاني وبيأكلهم لحد ما بيأكل راستريس وبيكون فينوم في جسم آني واللي بتروح تبوسه وبتنقله فينوم تاني وبيقول فينوم لأيدي اللي مستحوز علي ديريك اسمه رايته وانه قائد في كوكبه وبيروحوا لديريك عشان يوقفوه وبيكون ديريك مجمع فريق الاقلاع عشان يكون قائد الصاروخ اللي يوصل به لكوكب رايت وبيقول فينوم لأيدي على مخطط رايت وهم في الطريق وإيدي بيستغرب وبقول لفنوم ازاي كنت ناوي تجيب كائنات زيك كتير وتاكله كل البشر وبيقول له فينوم انه فكر يعمل كده بس قرر انه يفضل على الارض مع ايدي وده لأنه فاشل علي كوكبه بالزبط زي ايدي وانه لما يكونوا مع بعض على كوكب الأرض هيكون لهم ايما اكبر من كده بكتير وبيكون ديريك مستعجل على اطلاق الصاروخ وبيقول لفريق الاقلاع انهم يبشروا الاقلاع فورا وبيكون فاضل خمس دقايق وبيتحول ديريك لرايت وبيقتل كل الناس اللي شهد على اطلاق الصاروخ وبيحصل قتال عنيف بين فينوم اللي في جسم ايدي ورايت اللي في جسم ديريك وبيعرف رايت انه يفصل فينوم عن ايدي لكن ايدي بينقذ فينوم وبيستحوذ على جسمه عشان يعرف يقاوم وبيهرب رايت عشان ما يضيعش وقت ويلحق الاقلاع بس اني بتشغل موجات صوتية عالية في مكبرات الصوت فبتخليهم هما الاربع ينفصلوا عن بعض بس رايت بيعرف يستحوذ على ديريك تاني وبيصنع سيف كبير من جسمه وبيغرزه في ظهر ايدي وبيدخل الصاروخ وقبل ما يموت ايدي فينوم بيستحوذ عليه وبينقذه وبيشيل السيف منه وبيضرب بيه الصاروخ وبينفجر الصاروخ وبما ان الكائنات دي بتتأثر من النار بيموت ديريك ورايت في الانفجار وفي نفس الوقت بيقع ايدي في البحر ودلق ان نار الانفجار اثرت على فينوم ما مش عارف ياخد شكله وبعد ايام بيتكلم ايدي مع ايدي وبيقول لها انه عاوز يكون كاتب وبتقول له انها اسفل سماعي اللي حصل لفينوم ودلق ان ايدي كذب عليها وانفهمها ان فينوم مات في الانفجار فبيغير ايدي الموضوع بيسألها عن البوسة اللي بستها له هي بتنقذه وبتتفق مع ايدي انه ما يقولش حاجة لدان وبيوضعه بعضه وبيمشي كل واحد في طريقه بس ايدي هو ماشي بيتكلم مع فينوم وبيتفق معاه انه مش مسموح ليه انه يأكل اي حد من البشر غير لو كان مجرم شرير وانه ما ينفعش حد من كوكب الارض يعرف ان فينوم لسه مع ايدي واتمنى تكون المشاهدة عجبت حضرتكم واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة ولكن جميل واتفعلوا زر الجرس وشكرا على وقتكم